موسيقى موسيقى أنتونيو دي كارلو واحد طبعا من نجوم المنتخب الإيطالي ولعب فريق روما وجانوى السابق وضفنا فيه السادسة رحب بيه في البداية ونقول له أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي وبشكرك طبعا على ظهورك معنا في السادسة موسيقى مساء الخير مساء الخير على الجميع مساء الخير لكل جماهير قناة الناد الأهلي أعرف الأهلي جيدا وأعلم أنه أكبر قاعدة جماهرية في أفريتيو قبل الدخول في التفاصيل لازم أقول لك مبروك طبعا على تتويج روما السنة دي بلقب الكونفرنس ليج لقب بعد طول غياب الحقيقة من منصات التتويج لكن طبعا ألف مبروك تحت قيادة جوزي مورينيو التتويج بالكونفرنس ليج شكرا لجب أن نشكر مورينيو لأن مورينيو جلب كأس هام جدا لروما بعد سنين عجاف كثيرة لفريق الزهب كل الفضل لمورينيو لأن مورينيو هو من قام بهذا العمل الكبير وشكرا أيضا للعبين الذين قاموا بعمل هذه البطولة هل تتوقع أن دي ممكن تكون بداية لجوزي مورينيو للمنافسة على الألقاب المحلية وإيه فرص روما من وجهة نظرك فتحي لقب الدوري الإيطالي المسلم اللي جاي بالنسبة لي يجب أن نزل مورينيو وأن نطلب منه أشياء كثيرة لأن مورينيو استلم روما فقط العام الماضي وقام بتحقيق لقب كبير لقب روبي لكن يجب على اللاعبون أن يساعدون أم مورينيو المدرب وحده لا يجب أن يفعل كل الأشياء بمناسبة جوزي مورينيو كلام كتير وبعد التقارير رصدت رغبة جوزي مورينيو في انتداب طبعا نجم منتخب البرتغال ولعب منشستر يونيتد الحالي كريستيانو رونالدو إيه صحة الأنباء دي وإيه رأيك أو في رأيك هل هيكون رونالدو قادر على قيادة روما في حالة قدومه للعاصمة لتتويق بألقاب أخرى بالنسبة لي كريستيانو رونالدو يبقى أفضل وأقوى لاعب في العالم لكن سيكون من الصعب على كريستيانو رونالدو وعلى روما قلب البرتغالي إلى قلعة الجل روسي لكن أعتقد كريستيانو لن يحضر إلى روما من وجهة نظرك الأندية الإيطالية قامت بدعم صفوفها بشكل كبير الإنتر استعد خدمات الدولي البلجيكي لوكاكو هناك كلام أيضا عن بعض الصفقات المهمة الميلان الحقيقة هو حامل اللقب يجدد لإبراهموفيتش وأيضا انتدى خدمات الدولي البلجيكي أوريجي شايف إزاي المنافسة على لقب الكلش في الموسم المقبل بالنسبة لي يوفي سيقوم بعمل مركاته كبير لماذا لم تسكن اليوفي لأن اليوفي قام بعمل مركاته كبير وأعتقد أن اليوفي سيكون هو المرشح الأول للفوز بسكوديتا الحقيقة لأن الكلش الإيطالي استعد جزء كبير جدا من قوته المنافسة بين الأندية الكبرى سواء اليوفي الإنتر نابولي الميلان لكن ده منعكس بشكل كبير جدا على قدرة المنتخب وفشل للأسف الشديد في التأهل لبطولة كاس العالم للمرة الثانية على التوالي بتشوف ده إزاي وإيه هي أسباب عدم قدرة منشيني على قيادة إيطاليا للوصول لبطولة كاس العالم سألت سؤال جيد لكن الإجابة ستكون صعبة جدا في النسبة لي مثل هذه الأيام العام الماضي كنا أبطال أوروبا وكنا أبطال اليورو لكن للأسف حدثت أشياء كثيرة غيرت من منتخب الإطاري ومستوى وأداء اللاعبين لكن للأسف دعني أكون حقيقي معكم خسارة إيطاليا أمام مكدونيا الشمالية كانت خسارة غير متوقعة وأفضيها علينا مع استعادة الميلان للقب الدوري الإيطالي ومع الحقيقة الإنتردبات اللي قام بيها الإنتر ومع قدرات اليوفي اللي أنت بترهن عليها الموسم المقبل هل تعتقد أنه في نادي إيطالي من الممكن أن ينافس الموسم اللي جاي على لقب بطولة الشامبينز ليج؟ أعتقد بالنسبة لمستوى الفريق الإيطالية والفرق الإيطالية مستوى الفرق الإيطالية حتى اليوفي اللي لا زرانت عليه أعتقد أنه قد نكون بعمل أداء جيد لكن مستوى الفرق الإيطالية لا يؤهل للفوز بدورة بطولة أوروبا أعتقد بعض السنوات لمنافسة الكبارة خليني أنا تسمحي أختلف معك يعني لو بصنا لآخر نسختين تشيلسي لم يكن الفريق الأفضل في النسخة اللي حاز على لقابها تحت قيادة توماس طوخل ريال مادريد في النسخة الأخيرة لم يكن الفريق الأفضل ورغم كده الفرق تمتعت بشخصية البطل يمكن المديرين الفنيين سواء توماس طوخل أو كارلو أنشلوتي كان لهم دور كبير لكن إيه اللي يمنع الأندية الإيطالية منها تمشي نفس المشوار أو تخد نفس التجربة أنت على حق في كرة القدم فيها كل الأشياء ويحدث كل الأشياء في كرة القدم لكن هناك عين طرى وهناك حقائق تجرى على أرضية الميدان لكن الأندية في إنجلترا وفي فرنسا أقوى من الأندية في إيطاليا نتحدث كرة قدم أكثر من الانتماء لكن أنت كل تشايم هم عودنا وسنعود أقوى وستعود إيطاليا إلى الوجهة كما كانت في الأيام الماضية لكن هناك بعض الكواليتي يجب أن يعود كما كانا في الأيام العظيمة الماضية واعتقد اليوفي مرشح كبير قد ينافس على البطولة الأوروبية عودة للمنتخب الإيطالي بعد نجاح منشيني طبعا في التتويق بلقب اليورو كان الإخفاق في عدم القدرة على التأهل لكاس العالم هل بتشوف أنه منشيني على الطريق الصحيح وهل من الممكن أن تعود إيطاليا مرة تانية لمنصات التتويق تحت قيادة منشيني والمثال الأخير طبعا اللي محتاج أسمع رأيك فيه هو مستوى إيطاليا في دور الأمم الأوروبية بالنسبة لي منشيني أظهر قوة كبيرة وأظهر عظم في الفوز باليورو لكن فشل منشيني ومنتخب إيطاليا في التأهل كانت مفاجأة مفاجأة كبيرة جدا لكن منشيني الآن يقوم بعمل تجميع عظيمة من أفضل اللاعبين الشباب في إيطاليا وأفضل قطاعات الناشئين وستعود إيطاليا معه من المدرب الأفضل من وجهة نظرك المدرب الإيطالي الأفضل على الصحة دلوقتي لو طلبت منك أنك ترتب مثلا ماسيميليانو عليجري أنتونيو كونتي مع توتنهام كارلو أنشلوتي مع ريال مدريد ومنشيني مع منتخب إيطاليا بالنسبة لي كارلو أنشلوتي أختارك كارلو أنشلوتي لأنني لعبت مع كارلو أنشلوتي كان صديق سابق وأعتقد أن أنشلوتي هو الأفضل إيطالي خارج إيطاليا لكن بالنسبة داخل الدور الإيطالي أعتقد أن جاسبريني مدرب أتالانتا هو أفضل مدرب في الكرة الإيطالية وداخل الدور الإيطالي بالنسبة لك أو من وجهة نظرك مين الفريق المرشح الأبرز لتحقيق لقب كاس العالم 2022 سؤال صعب جدا لكن هناك فرق دائما ما نرشحهم أعتقد أن أندية ومنتخبات أمريكا الجنوبية بعيدة لكن أعتقد أن إنجلترا ألمانيا وأسبانيا كانت تكون مرشحة الأوروبيون أقوى دائما من أمريكا الجنوبية في الفترة اللي لعبت فيها أو كنت في الملاعب فيها يمكن كانت أو كانت مسابقة الدور الإيطالي هي المسابقة على الأقوى على مستوى العالم ويمكن كانت إيطاليا الحقيقة هي المقصد الأول لأهم الأسماء أهم النجوم سواء كمدربين أو كلعبين إلي يحتاج الدور الإيطالي عشان يرجع يستعيد نفس المكان مرة تانية في أعوام التمانينات والتسعينات كان الدور الإيطالي الأقوى في العالم كما ذكرت لكن يجب على الجميع أن يتكاتف وهنا أقصد الاتحاج الإيطالي والفرق ووكلاء اللاعبين يجب أن يحافظون على أقوالة اللاعبين الإيطاليين لكن كما ذكرت أنت كانت كارلين زورومنيجي وهناك وفنباسين وهناك العديد من اللاعبين الذين نلعبوا لإيطاليا وفي الدور الإيطالي لكن للأسف في هذه الأيام الدور الإيطالي صعب أن يقاوم الدور الإنجليزي والدور الفرنسي والدور الأسباني هذه هي الحقيقة يجب أن لا تغضب سنعود وأتمنى أن نعود لكن يجب أن نتحدث بكل شفافية وكل موضوعية هم أبطال وهم أفضل مننا حاليا بشكل عام تقييمك لتجربة الاستثمار في الدور الإيطالي يعني شفنا أكثر من تجربة استثمارية منها صينية منها أمريكية إزاي شايف مرضوط ده على مستويات الأندية الإيطالية وهل استفادت الكرة الإيطالية بشكل عام من التجارب دي ولا لا بكل تأكيد أنا لست خبير في الأشياء الاقتصادية والأشياء الاستثمارية لكن بكل تأكيد أنت على حق الصينيون الصينيون أفازوا بالعديد من الأندية وجانوا العديد من الأموال لكن بالنسبة لي الاقتصاد ضمر كل شيء في كرة القدم مني أسمع رأيك طبعا في النجم المصري محمد صلاح بما أنه كان لي بصمة في الدوري الإيطالي مع روما تقلق بشكل كبير جدا ومنها كانت الانطلاقة طبعا للدوري الإنجليزي رأيك في مشوار محمد صلاح وهل تعتقد أنه عنده فرصة في تحقيق لقب الأفضل على مستوى العالم ولا لا بالنسبة لي صلاح كان يستحق أن يفوز بأفضل لعب في العالم العام الماضي وأعتقد سي 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 جوكوانس فيترا صلاح عندما كان يلعب في سويسرا سي سي جوكوانس فيترا عندما كان يلعب صلاح في بازل كان موهب عظيمة وكنا نعجب به كثيرا في أوروبا وعندما كان في روما كان المشوار الأعظم له وقام بعمل عظيم مع روما والآن يقدم الأعظم مع ليفربول أنتونيو ديكارلو نجم طبعا إي أس روما ومنتخب إيطاليا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شرفتنا في السادسة